المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة نص المادة الأولى من قانون المحاماة بتنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وذلك هذه هي نفس المادة 198 من الدستور المصري الذي وضع عام 2014 والذي كان من ضمن لجنة وضع هذا الدستور النقيب الأستاذ سامع عشون وصمم على أن تكون نفس المادة الأولى من قانون المحاماة هي ذاتها المادة 198 التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع ولما كان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة فوجب على أن يكون المحاماة متسما بالجوهر والمظهر الجوهر أن يكون المحاماة المتدرب يتدرب في مكاتب مشهود لها بالكفاءة ويقود لها أن تكون محاماة حرة كما إن لا يجب أن يكون المحاماة يتظهر بمظهر لائق له فلما إن المحامي يشارك السلطة القضائية فيجب أن يكون المحامي في مظهره يليك أنه يحضر أمام المحاكم وصحات القضاء فما ينفعش أن المحامي يكون يشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ويتسم بمظهره بالمظهر الذي لا يليك به ولذلك أننا نؤكد على زملائنا الأعزاء أن يتسم المحامي بمظهره اللائق والزميلة المحامية تتسم بمظهره اللائق لأنها تشارك السلطة القضائية زيها زي القاضي وزيها زي وكيل النياب ما ينفعش أبدا أن المحامي يحضر في ساحات القضاء ما ينطلونش جنس وبالتشر بمظهر لا يليك لأنه النهاردة لما بيخش المحكمة ما ينفعش النهاردة يخش المحكمة وهو مش لابس اللبس اللائق بدلة وغرفقة زي ما أنا شايف كده لأن أول وهلة في التعامل معه بأنه هو لما يكون لابس بهجائيا أنه هو رجل محامي ولذلك إذا حس المحامي أنه هو يقل عن الوكيل النياب أو القاضي فلا وجود له في نقابة المحامين هذا كلمات بسيطة حبيتة أقول لزملائي الأعزاء في أول وجود لهم في نقابة المحامين وكل عام وحضرتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وأتشرف أن أنا أشارككم الرقم أنه ألف مهلوب وفي بداية عام 2019 عاد أقول لكم أنكم محظوظين أصحاب حص في مجلس نقابة نقيبا وأعضاء يرقاصه الأستاذ سامح عشور رئيس نقاباء المحامين العرب ونقيب مصر محظوظين بمجلس نقابة على مدار ثلاث سنوات أقدم لكم حاجات ما كانتش موجودة في مبنى نقابة المحامين يضاهي مبنى نقابة الصحفين عندكم تعديلات في الدستور بتؤكد على أنتم شركاء مع السلطة القضائية في تحقيق العدل بنص الدستور وأيضا هناك نصوص سوف تأتي في تعديلات قانون محاماة تمكنكم من أن تكونوا شركاء في تحقيق العدالة أنتم محظوظون أيضا بأن النقابة بتقدم لكم هذا العام مشروعات متعددة ثلاث مستشفيات على مستوى الجنورية أحدث مستشفيات دولية أشاركم في المصيحة الأخيرة أنتم غدا سوف تكونون من أعضاء مجلس النقابة البعض منكم والبعض منكم بعد سنوات سوف يكون بالمشاركة في جلسات عيد جميل المتميزون منكم المهتمون بالعمل المقابي اللي هيحب رسالة المحامات حصانتكم أخيرا حصانتكم حصانت المحامي في مظهره حصانت المحامي أنه يرى قانون المحامات كويس حصانت المحامي ألا يشارك رسالة المحامات بمهنة أخرى صوائق كانت وظيفة أو تجارة أنتم محظوظين أن السنة دي لا يحمل كرنين لقابة المحامين على وصاة وصف إلا من يمارس مهنة المحامات فأنتم جايين في توقيت مناسب وأهلا بكم وتمنى منكم أنتم تستغلوا تلك الفرصة أن تكونوا غدا قيادة المجلس في خبط المحامين وشكرا من اليوم أنت في مرحلة فارغة مرحلة فارغة في حياتك يجب أن تتغير من اليوم تحافظ على مظهرك تسعى لاكتساب العلم والمعرفة تجعل من يشاهدك يعلم أنك محامي دون أن يسألك من أنت وماذا تعمل حافظ على لبس البدلة كاملة دايما التحق بمكتب محامات تتعلم منه المحامات كن أميناً مع زملائك مع موكلينك اسعى للمعرفة المحامي هو محامي وهو طبيب هو معلم وهو مدرس اسعى للمعرفة وكسب المعرفة في جميع نواحي العلوم من اليوم ومن هذه اللحظة سوف تستلم كرني محامي لك حقوق وعليك واجبات يجب أن تتعلم وتسعى لمعرفة ما هي الواجبات المنوطة بك وما هي الحقوق التي عليك الحقوق التي لك والواجبات التي عليك مش كلمة محامي يعني معاك حصالة أنا محامي لا تعلم وأعرف ما هي حدود المحامي وما هي المحامي وإدرس خانون المحامي موجود في خانون المحامي واجبات المحامي وحقوق المحامي لأوطل الحديث عليكم وتمنى أن أراكم وأرى فيكم أعضاء ونخباء ونرى فيكم سامع عشور جديد نرى منكم فأنتم الجيل القادم والمستقبل للشباب وشكرا وإنما أنه يكون حلف اليمين ده في المبنى لكن ظروف تشهيد بمبنى الجديد إن شاء الله يكون مبنى قوي يليك بالمحامي ويليك بكم إن شاء الله عن قريب سيتم افتتاح المبنى الجديد بإذن الله كتير من حضراتكم فاكر أنه النهاردة هيحلف اليمين وحيستلم الكرنية وينطلق في الحياة العامة وكده خلاص النقاب لأ أنت النهاردة بداية اندمامة للنقابة اندمام الفعلي النقابة ومعالي النقيب سامع عشور حريص على دعم الشباب حريص على التوجيه الصحيح للشباب حتى يسلك الطريق الصحيح والقويم لمهنتهم وحما معالي النقيب بيدعمكم وبيقدم لكم دورات مجانية في كافة فضوع القانون العملية القانون المكتوب موجود في الكتب لكن احنا بنوضب لكم وبنجهز لكم دورات عملية علمية في كافة مناحي القانون آخر دورة كان عملنا اللجنة الشؤون السياسية اللجنة دورة في شرح أحكام قانون الرياضة الجديد والتحكيم في المنازعات الرياضية وشرح عقود اللاعبين المحترفين وده قانون جديد لسه طالع 2017 وبالتالي محتاج شرح محتاج ده مجال جديد للعمل بنفتحه لأبنائنا الشباب عشان كده ان شاء الله الدورة الجديدة الجزء الثاني منها احنا جارية تجهيز وحنعلن عن الموعد ارجوكم طبعا المعاد الجديد من خلال موقع النقابة بنقدم لكم برضو معارض للبدل مدعمة وبأسعار مخفضة للشباب عشان زي ما أنا بطلبك تبقى موجود بالمظهر اللائك أنا بقدم لك ودعمك وبأجيب لك بدل بأسعار مخفضة ومدعمة بناء لأتوجهات معالي النقيب سامح عشور وكل سنة حضراتكم طيبين وألف مدعمة يوم حلف اليمين ده بيوم سعيد ولحظة فارقة في حياة المحامي الشاب وان شاء الله بعد حلف اليمين فأنتم زملاء لنا وإحنا كلنا أعضاء مجلس النقابة العامة ومنقابات الفرعية في خدمة المحامي الشباب المهند المحامي أوصيكم بأن تتعامل مع الجهات التي تتعامل معها أنت لست أقل من القاضي أو نيابة لتعامل معها أو أي حد لابد أن تتعامل بأن يكون هناك فاصل بينك وبين الموظفين وبين الناس تتعامل معهم لا تتبسط ولا تتعانى بأن تكون محافظ على كرمتك وعلى مهنتك مهنة المحامي بفضل معالي النقيب بعد ربنا بفضل معالي النقيب سامي عشور أصبح لها باب كامل في التسطور كامل في التسطور بيحميك ويديك من الحصنات اللي أنت تمارس بها مهنتك فأرجو من حضراتكم أو التوصية لكم كأبناء لنا وإخوتنا أن أنت تحافظ على التدريب في مكتب له السمعة وأن تحافظ على الحضور والانضباط فيه وأن تحافظ على حضور معهد المحماء معهد المحماء ده الأقلة كبيرة جداً في مجال مهنت المحماء هتستفيد جداً من الأسادزة اللي بدرسه معطباء الشرعي والخبراء والمستشارين والناس اللي بتدرس في المعهد كلهم كفاءات عالية بيديك خبرته أنت خلال ست شهر بتبقى معد نفسك أنت لما تحافظ على الفترة دي ما تاخدش المعهد أنت رايح تحضر وخلاص لا لازم تحضر المعهد وتستفيد هتشوف ناس هتعلمك الأساس تبدأ إزاي وطالما البداية والمهنة إن شاء الله سهلة وإحنا بنرحب بكم وبنشرب بكم وتحت خدمتكم فأيوهات والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة